من الذي تخاف من الذي تتحرر المحضر والذي تذكر المحضر مطعون فيه احنا بغينا ذلك المحضر انه يتكون عنده واحد الحماية قانونية ما نتشاهد كتخاف انا تكامتي لكين بعض الاخوة اللي خرجوا التقاعد واللي باقي يمارسوا انهم بين عشيات وضحال قرسوا امام القضاء وحنا حضرنا في واحد المحاكمة في شهر 6 يعني في طنجة اننا نلقينا راجل يعني في قوليو ديال انه يمشي قبل طرواز ياماش ديالو ويمشي كما يقول القرسوا قدام المحكمة كيقول ليه الموح القاضي لانه بالعبارات القضائية كيقول ليه بانه هاد الجرم استاذ حاجي انوار ما هو موقع جهاز تفتيش شغل اليوم في المنظومة ديالسوق الشغل هي بعمر الملكة الراحلة البريطانية 96 سنة فهذا 96 سنة كاقدم جهاز واللي هو كاستثناء مع الهيئة الدبلوماسية مشمول باتفاقيتين دوليتين الاتفاقية الاولى 129 والاتفاقية الثانية 81 معنى ذلك هاد الاتفاقيتين كينصوا اللي وقعت عليهم الحكومة كينصوا على استقلالية الهيئة واستقرارها مع تغيرات السياسية المفتشين المزاولين يناهز 450 مزاولين على الصعيد الوطني علما ان الحكومة المتعقبة ده امام عدد من الاجراء كم عدد الاجراء وعدد الشركات العدد ديال الاجراء احنا دبا مثلا حاصريني على الصعيد الجهوي لانه هو يتغير بالتوزيع الجغرافي بالمستوى ربوعد الملكة الغالية عنا احنا في الجهة ديال الرباط اللي كتشمل يعني ستة مدن القني طيراء والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان والسالة وتمارى والرباط اذا هادو 238.327 اجير في النشاط الاقتصادي ولدينا ما يناهز 8.797 مؤسسة هادو مرتبط بالاخر استحقاقات يعني كنتكلمو على مؤسسة عشرة اجراء فما فوق مفتيش لكل 300 قريبا ديال المؤسسات ومفتيش لكل 3,400 يعني اجير وهاد النسبة يعني هي ضعيفة ولا ترقى الى يعني انتظارات هاد لا بالنسبة للثمية النزاعة مفتيش حل مؤدل للعدد الزيارات اللي كمكلي يدير المقاولات هي أستاذ حددت هالإدارة بتوافق 15 لانه كانت 20 ومع البرنامج الوطني تفتيش شغل صارت 15 بحثنا على تجويد زيارات وبحثنا على فعاليتها ومع ذلك يتاضح بالملموس أنه المهام يعني كنقابة وطنية مستقلة المهام عديدة ويعني يحتد التجويد المنتظر بخصوص الشغيلة لأننا نقرأ هاد الوسائل الإعلام نقرأ ما يروج وكل يعني يتجه بأسبوع الاتهام لهذه النساء وهذه الرجال على الاعتبار أنهم يعني مخلين ولا يرقون الانتظارات وبعض المرات الإغراءات وبعض المرات ما نسمع عدم حيادية وبعض المرات نسمع لهذه الرشواء ولكن واقع العمر هو أنه في حال ذاك الشي نعطيك مثال في حال ذاك البناي اللي ما كتوفر لش مثلا الوسائل ديال البني وانتك منتظر أنه يبني لكو أحد الصرحة فإذا هنا راهين أن الحومات ديال السيل المجتماعي خاصة نحميوهم نحصنوهم نحفزوهم بهذا النظام الأساسي وديك السعارة هما مستعدين لمساعدة النظام الأساسي كان قبل لأنه 2008 ما تعدل إذن هذي راه 14 سنة راه كانوا كينتظروا قبل الصحة قبل جات الجائحة اللي في انتظار الأمنيين اللي في انتظار الناس ديال الصحة اللي احنا يعني كنهنيوهم إنما راه لابدتها هما نتعاونوا على الأمن الاجتماعي والناس اللي كي يصهروا عليه اللي هيئة اللي كتصهر عليه نساءها ورجالها حتى هما يتم التفات المطالب ديالهم وعلى بركة الله الكل شيء يتعاون لإنجاح هذا البرامج بإذن الله احنا بالنسبة لنا النظام اللي كان طلبوه يكون ديال الهيئة هو أنه يكون واحد النظام خاص بالمهنة أننا بالنسبة لنا احنا يعني كين واحد المرسوم اللي جمع هاد النظام ديال دوميلويت اللي يتكلم عليه السحجي هو أنه جاكي اللي اعطاهه واحد الشيء فريد هو أن نسترداد المصارف ولكن بالنسبة للهيئة يعني وهذا النقب المستقلي اللي يوم جات يعني مع الهيئة اللي كانين في القطاع وما أنهم جاوا يطالبوه بإننا تكون هناك واحد الخصوصية لا تكلمني اليوم معالمي هنا تصحق احنا بغينا نتكلمه معالمي هنا تتكتيش ما معنى هو أنه بالنسبة ل هذا المتكتيش بالمكوينة دياله بثلاثة ما يمشي للمؤسسة نعم يعني الدولة اليوم جات باش أنها كانت تنظر دوميلويت يعني بالمصارف ديال دوميلويت يعني نظرات عطاته واحد الشيء يعني كان هناك واحد توفق عليه في الفين وثمانية يعني في الفين وثمانية وشرين كانت إكرهات أخرى عنا عدنا واحد الميضة المطلبي عدنا فيه واحد يعني مشروع ديال النظام أساسي لأننا نشفنا فيه التصور العام لأننا نحاولو إحنا نبرزو فيه الاختصاصات اللي كان قوموا بها إحنا يا اليوم أننا نخصنا بأننا نتقدو عليها لأن اليوم لكنا ما نعطيه اليوم قلنا بنسبة لنا واحد الأوطور في البلاد كان قوله بأنه خصو يكون مرتاح نجبدي على سبيل المثال كان قوله القاضي خصو يكون مرتاح باش أنهم كلا هيبت في واحد القاضية نعم إحنا معها الطرح ولكن إحنا اليوم كنقوله حتى هذا المفتيش يعني مهندس مكلفة السلامة المهنية ولا الطبيب مثلا مفتيش شغل ولا المفتيش أنه خصو مني مش يقوم بهذا العمل دياله لا خارف المقاولة ولا أنه مني يستقبل الشيكاية الداخل لبيرو دياله أنه حتى هو يكون مرتاح لأن اليوم أنا هنقولك بأن المفتيش لكان عنده استقبل ديال عشرة ولا تمانية ولا ستة هادو في المينموم ديال الشيكاية في البيرو دياله هذا السيد هذا رمي شي حجرة أو جماد أنه ركيد دي واحد هادو المشاكل كي يدوم عام بيت دياله وإذا اللي أخذينا تمانية كيميوتي بلي واحد لنمغضاني ديال السيرفيس وكيميوتي بلي هذا هاد السيد هذا اللي هادو يخرج واشادي يخرج واحد الكوبة ديال المشاكل ولأننا بغينا يكون واحد إنسان اللي بكلي تويعيش واحد تروازيه ماش دياله في الحماية القانونية لأنه واحد شيء أساسي هو أنه كما أشار لي هستي حجي سابقا هو أننا اليوم أمام واحد مسألة ديال حنا كانت تكلموا على لغس المون موغال حنا بنسماننا ما بقعينش في لغس المون موغال لغس الموغال بحل المفتيش وللفوف العمل دياله حنا ولينا في واحد لغس المون هو أن ديال بنتي اليوم من يكا تبغي تدليزات ريميسون ديالك اللي خرجهم القانون وليتي كتخاف من وليتي كتحرر واحد المحضر وليتي ذاك المحضر مطعون فيه احنا بغينا ذاك المحضر أنه يتكون عنده واحد لحماية قانونية ما نتشاش كتخاف أنا أمثلة كين بعض الإخوة اللي خرجوا التقاعد واللي باقي كي يمارسوا أنهم بين عشيات وضحال قرسوا أمام القضاء وحنا حضرنا في واحد المحاكمة في الشهر 6 يعني في طانجة أننا نلقينا رجل يعني في أوليو ديال أنه يمشي قبل طرواز ياماش دياله ويمشي كم يقول القرسوا قدام المحكامة كي يقول له القاضي لأنه بالعبارات القضائية كي يقول له بأن هذا الجرم هذا السيد هذا ولا بأنه دار واحد المحضر ديال أنه واحد السيد وكاش مخلص لا سنساس ودار عليه واحد المحضر تغيرت الواقعية تغيرت بالثبت الأشياء وحنا كنعرفوا الأشياء كيمكن للتغير لأنه ماشي المعطيات كلها في دايد المفتش هذا القرسوا بأنه أمام ما هذا أمام أنه يخصو يدافع على الإزاة ريبسيون حنا هذا الدفاع الإزاة ريبسيون كنقول له ماشي حنايا حنا نشتغل مع المملكة المغربية أنه بالنسبة لنا نحن نحاول نطبق الإزاة ريبسيون اللي معطينا ولكن حنا ما كنقولوش المسألة لا لتا بالنسبة لنا جميع القطاعات اللي مثل الفرات يكرت حنا نبدأ داخل الهيئة ولكن بالنسبة لي ما نكونش أنا مخلوق يعني كنقوم بالعمل ديالي أنا مين ندير محضر هذا كل محضر يربيت كلاسي والتحكم ولا يجيني من بعد خمسين ولا ستنين وعيطوا لي وقلوا يلا أنت خسك جيتش هذا إما بزر وإما بشي هذا بالنسبة للشق ديال الحماية بالنسبة للشق القانوني هو أننا عدنا واحد الباب الخامس يعني هذي مثلا ندخلو شي تقنية وحنا نقوله بالنسبة لنا هذا اللي ذات ربيسيون ديال المفتي الشغل وهذا اللي ذات ربيسيون ديال المهندس المكلب السلامة المهنية أو هذي ديال طبيب الشغل خصوات تكون واضحة وأنها تساير يعني القوانين اللي كتجدد وتساير أنها تشيل مثلا الحركية لك هنا في المجتمع ما يبقاش واحد القانون لأننا بعد خطرت كين قوانين اللي مثلا كيو اللي المفتيش خصو يمشي بحث عليها في الأوراق الصفراء واش أنا نقولك بأن هناك نقين قوانين لأن ديال الف وتسامية وثنين وخمسين يعني في هذي شي ديال مثلا السلامة المهنية واش أنني أنا حتى بيكتقلب على أفلانتانيت باش تعاونك كتلقيني كزي ستبا علش لأنها مكتوبة في الأوراق الصفراء ونرجع لواحد نقطة التالية اللي هي ديال اللي نحنا بنسبلنا خصنا المواطن يومي هذك ما احنا مشي ديرين هاد هاد النضال كامل وبغينا نبدو هاد النضال يعني في الهيئة كاملة على أننا هنا الشق المادي هذك واحد استرداد أولا ديال واحد المصاريف استرداد ديال واحد المجهود واسترداد احنا بغينا واحد الحماية احنا بنسبلنا يعني هاد الجهاز هاد كيمشي باش أنه يعني كيدير مثلا هاد نقول هاد الزيارات أنني نمشي أنا بنسبل يا عندي كيمشي لها محمي ماديا ومحمي معناويا هذك وهنا هذي نعرج على واحد يعني كينك تكون إغراءات تكون طرف المقاولات لا أستاذ احنا بنسبلنا لا أي حاجة عندك في هاتتصال إنسان إنسان إلا وفيه إغراءات تلا ماكنش إغراءات ماديا كتكون إغراءات بالابتسامة ولا بالإعجاب ولا باش ما بغيتي ولهذا احنا بنسبلنا كأيطر ديال الدولة يحتك مع الشركات هاللي بغى ما يوصفكش بشي وصف انتاد منقوله دابت جي تشتغل معنا باقي قامك يعرفك تاخد هذا الوصف ولهذا بالنسبة هاد الأوصف اعتادنا عليها ولهذا احنا كنقوله دائما تحية المساءلة أنا بالنسبة لي في الجهاز ولجميع أخ يعني من تنجحت للقويرة يعني ما كيهربش من المساءلة ولكن العناوين ولا مثلا نقوله مثلا الأشياء اللصيقة بشرطة أو المالية أو بمفتي الشغل أو 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 هذه مسائلة ممكنناش نحيدها أرى شرطة كيوقفك ويعني كيقول لك السيدي السلام عليكم الوريقات ديلك وكي يعطيك السيد مال ولكن بالنسبة الوحدة أخرى ما كيوقفو الشرطة كيخاف ولهذا احتى بالنسبة نقوله حنا الجهاز أننا نحنا نقوله لا نخاف المساءلة وتسمح لي هذا نعرج عليه في الشق المادي بحكم يعني عندي هذ الكسكتات ديال يعني المستشار ديالتواصل داخل هذ النقاب المستقل اللي هي تفتي الشغل ولكن كاتب عام ديال القطاع ديال القطاع ديال المهندسين أننا يعني بالنسبة نحنا كمهندسين ديال السلامة المهنية يعني هذي 15 لسنة وحنا معينين وحنا هذا البازيك ديال اللي كانت تعلم اللي كانت نضل عليه يعني وحكم الشروع ديال أننا هذ المصاريف يعني تجاوزت هذ المصاريف ديال التنقل تجاوزت أننا نحنا اليوم من هذا ما زال كان طالبوا بجوج حواج كان طالبوا بتسوية القانونية وتسوية المادية تسوية القانونية هي لي زطر بيسيق يعني غير واضحة أنا ديال مهندس ديال سلامة معنية كان بشي المقاولة وكان دير اجتهادات شخصية لأنه في غياب الترسانات القانونية التي ستصحب العمل ديالي وبالنسبة للجانب الآخر هو الجانب المادي هو أننا جيسكا منتونو حنا كنت طالبوا بهذا التعويض على الجوالات وشكرا جزيلا شكرا جزيلا باي شكرا جزيلا